السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس معه الأعداد من صفر إلى 199 قراءة كتابة وتمثيل إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً العد التصاعدي والعد التنازلي حسب خطوة منتظمة 15 25 35 45 أستكشف شارك الأطفال في لعبة إلكترونية على الحاسوب يتحصل الفائز في نهاية كل مرحلة على مجموعة من الأشكال تساوي عدداً من النقاط ويبرز هذا الجدول عدد النقاط التي يمثلها كل شكل أولاً أساعد كل طفل على تعرف عدد نقاطه بتعمير الجدول التالي أحمد 1 زائد خمسة زائد عشرة زائد خمسين زائد مئة يساوي مئة ستة وستين مروى 100 زائد عشرين زائد اثنان يساوي مئة اثنان وعشرين خليل 1 زائد اثنان زائد خمسين زائد مئة يساوي مئة ثلاثة وخمسين رؤى 100 زائد خمسة زائد واحد زائد اثنان يساوي مئة وثمانية التدرب أولاً أكتب العدد المناسب مئة ثلاثة وعشرون مئة خمسة وأربعون مئة سبعة وثمانون مئة خمسة وتسعون ثانياً أمثل الأعداد التالية على المعداد مئة ثلاثة وعشرون مئة ثمانية وستون مئة خمسة وأربعون ثالثاً أكون أعداداً ذات ثلاثة أرقام رقم مئاتها واحد مئة واحد وثمانين مئة خمسة وعشرين مئة واثنى عشر مئة خمسة وخمسين رابعاً اقترح أحمد على أصدقائه الأقراص التالية وطلاب منهم تكوين أكثر عدد ممكن من الأعداد ذات ثلاثة أرقام التي رقم مئاتها واحد أحاول أن أنجز التعليمات التي اقترحها أحمد على أصدقائه مئة أربعة وخمسون مئة وثلاثة عشر مئة اثنان وثلاثون مئة وخمسة عشر مئة أربعة وعشرون مئة ثلاثة وأربعون مئة خمسة وأربعون مئة اثنان وأربعون مائة واحد وخمسون مائة خمسة وعشرون مائة واحد وعشرون مائة واحد واربعون مائة ثلاثة وثلاثون مائة اثنان وعشرون خامساً أكمل الجدول التالي مائة وخمسة وثلاثون مائة وثمانية واربعون مائة وسبعة وستون مائة وخمسة وثمانون أوظف أولاً لعب الأطفال لعبة تكوين الأعداد فقال أحمد العدد الذي على بطاقة عدد عشراته ثلاثة عشر ورقم أحاده سبعة وقال خليل العدد الذي على بطاقة عدد أحاده ثلاثة وعشرون ورقم مائته واحد وقالت مروى العدد الذي على بطاقة رقم مائته واحد وعدد أحاده ستة وعشرون أولاً، أكتب الأعداد التي على بطاقات الأطفال الثلاثة مائة سبعة وثلاثون مائة ثلاثة وعشرون مائة ستة وعشرون وصل الأطفال اللعب ببطاقات الأعداد فسحب كل واحد بطاقتين ليكون عدداً يعرضه على أقرانه ثانياً، أساعد الأطفال على كتابة العدد المناسب مكان النقط مائة خمسة وعشرون مائة خمسة وسبعون مائة وثمانية مائة وخمسة أقيم أكمل فراغات الجدول بما يناسب مائة وسبعة عشر نمثلها على المعداد ثم نكتبها بالأرقام هكذا مائة خمسة وأربعون نكتبها بالحروف أولاً ثم نمثلها على المعداد مائة وستة وثمانون نمثلها على المعداد ثم نكتبها بالأرقام هكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر